كل الماشرات تشي بأن اليمن يعيش مخاض النصر والتسوية بفعل التطورات الميدانية فمع نجاح الجيش اليمني واللجان في ضرب العمقين السعودي والإماراتي حدث شرخ داخل التحالف الذي تقوده السعودية مع الانعطافة الإماراتية بعدما أدركت أبو طبي استحالة الحل العسكري في اليمن وأعادت النظر بموقفها ويبدو أن الإمارات لم تقصر خطوتها على ذلك فحسب بل فتحت قنوات اتصال مع أنصار الله وذهبت أيضا باتجاه إعادة التواصل مع إيران بعد سنوات من الانقطاع ولو تحت عنوان بحث مشاكل الحدود والصيد البحري كما تقول أبو ظبي والإنعطافات الإماراتية سجلت أيضا نحو سوريا قبل أشهر أعيد افتتاح السفارة الإماراتية في دمشق وبدأت مراجعة لدورها في الحرب على سوريا وهي ليست وحيدة أيضا في ذلك فأنقرة التي شكلت رأس الحرب في الحرب على سوريا ورفعت راية تغيير النظام ودعبها حلم إعادة تشكيل المنطقة تراجع حسابتها لم يعود الخطاب التركي يقول برحيل النظام في سوريا وفكرة التعايش معه تتجذر لدى المسؤولين الأتراك وثمت بداية لتفاعل تركي إيجابي مع مستجدات المشهد السوري وهنا لا يمكن إغفال الدور الكبير الذي يؤديه الحليفان الروسي والإيراني في اجتذاب أنقرة نحو سياسة أكثر واقعية مع المعطيات وهو ما يتبدى أيضا في ضبط إيقاع أنقرة كضامنا في مناطق خفض التوتر وتذهب الأنباء أيضا إلى حد الحديث عن لقاءات سورية تركية تعقد منذ فترة